اشتركوا في القناة والسيد خراستو ثيودور رئيس الجالية اليونانية في مصر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان السيد الرئيس رحب بالوفد الشبابي من اليونان وقبرص في بلده الثاني مصر مشيرا سيادته الى ان اطلاق مبادرة احياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية قد جاء استنادا للتاريخ المشترك بين الدول الثلاث والممتد عبر الاف السنين كما تمثل رسالة مودة وروح طيبة من جانب مصر تجاه كل من عاش على ارضها وترك اثرا او ارثا انسانيا كما اكد السيد الرئيس على اصالة العلاقات والقواسم المشتركة بين الشعوب الثلاثة وانصهار الجاليات القبرصية واليونانية داخل بوتقة الشعب المصري على عدة اجيال متعاقبة وهو الامر الذي جعل مصر اول دولة في العالم تحتفل بالجاليات التي اقامت بها دعما للعلاقات بين الشعوب كما اكد السيد الرئيس اهتمام مصر باستمرار تدعيم جسور التواصل الشعبي والمجتمعي بين الدول الثلاث لاستكمال مسيرة الترابط وذلك من خلال فئة الشباب مشددا سيادته في هذا الاطار على ان التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان يعد نموذجا يحتذا به في منطقة شرق المتوسط في جميع المجالات وان زيارة الشباب الحالية في اطار مبادرة احياء الجذور هي خطوة مهمة لتعمق التواصل بين الاجيال الحالية من الدول الثلاث وكذلك تعزيز التعاون الثلاثي بينهم على خلفية اهمية الشباب في هذا الاطار كصانعا للمستقبل ولبناء جيل يعتز باصوله ويؤمن باهمية الوحدة والترابط بين الدول الثلاث على الاخص وتبني المواقف الدعمة للقضايا المشتركة بينهم بما يضمن الحفاظ على امن واستقرار منطقة المتوسط وتحقيق التنمية والرخاء لهذه الشعور من جانبهم اعرب اعضاء الوفد الشبابي اليوناني والقبرصي عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس مؤكدين ان مبادرة احياء الجذور تساهم في ربط الاجيال الجديدة من اليونان وقبرص الذين عاش اجدادهم في مصر بالحضارة المصرية ومشددين على ان مصر تشكل تجسيدا لقيم التسامح والتعايش المشترك والتواصل الانساني وهي القيم التي شجعت مئات الالاف من شعوب المنطقة على اختيارها مقصدا للاقامة في مجتمعها الذي احتضنهم دون تفرق وكان على رأس هؤلاء الالاف من اليونانيين والقبرصة الذين انصهروا في النسيج المصري فمثلوا اضافة كبرى للحركة الاقتصادية والعلمية والثقافية في مصر واضف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد حوارا مفتوحا للوفد الشبابي مع السيد الرئيس حيث تم استعراض مظاهر التواجد القوي والفعال الجاليات اليونانية والقبرصية بالمجتمع المصري والانسجام داخل المجتمع على مدى العصور حتى الان واكتسابهم للهوية المصرية مما ادى الى جعلهم من اهم الجاليات المؤثرة والفاعلة في الدولة المصرية وسهم بقوة في دعم وتقوية الروابط والعلاقات المتبادلة بين الدول الثلاث وقد اشهد الوفد الشبابي بما لمسوه من تطور كبير في مصر من خلال المشروعات القومية الكبرى التي ازاروا عددا منها وذلك الى جانب المعالم الاثرية والسياحية الاخرى حيث اكد السيد الرئيس في هذا الاطار ان التطور الذي تشهده مصر حاليا والسعي لمتلاك القدرة بمفهومها الشامل هدفه بالاساس التنمية والبناء والسلام والحفاظ على الامن والاستقرار للمنطقة باسرها كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور عمر طلعة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية والمهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة والسيد عبد المنام التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء أركان حرب إيهاب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب أببكر عبدالوهاب مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة واللواء أكرم الجهري مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للبنية الأساسية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة بما تشمله من مرافق وطرق ومحاور داخلية أكذلك المجمعات السكنية الرئيسية والحي الحكومي وشهد الاجتماع كذلك استعراض جهود رفط محاور وطرق العاصمة الإدارية الجديدة بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى من خلال وسائل النقل الجماعي الحديثة إلى جانب عرض منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية ذاتها والموقف التنفيذي للمحطة المركزية للحافلات كما تم عرض الموقف التنفيذي فيما يخص أعمال قطاع الاتصالات في العاصمة الإدارية الجديدة بما فيها البنية التحتية للاتصالات والخدمات المعلوماتية والميكانة الشاملة والتحول الرقمي للوزارات وبرامج تدريب الموظفين على نظم المعلومات الجديدة وتدريب المهارات فضلا عن استعراض مستجدات الخطة التنفيذية لعملية نقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة وقد وجه السيد الرئيس بالمتابعة الدورية الدقيقة لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة وصولا للانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة ووفق أحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال بما يجعل من انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية بمثابة تطوير شامل للجهاز الإداري بالدولة بما في ذلك تهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة وتقييمهم وفق منهج علمي لانتقاء أفضل العناصر فضلا عن استكمال كافة جوانب البنية الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالحي الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة والوقوف على أداء وجهزية مختلف مكوناتها واختبارها قبل الانتقال الفعلية إذن ببدء عصر جديد من الاعتماد على جهاز إداري حديث وكفء وفعال وذلك في الإطار العام لبناء الدولة المصرية الحديثة